وأخيراً عودة مسلسلنا المفضل أتوقع أغلبكم شاف مقطع بيسان الجديدي لنزلته إلا أنا صراحة ما شفت هذا المقطع والحمد لله أني ما شفت هذا المقطع لأنه وصلني خوراً للمقطع كذب محقيقة والصراحة كثير استغربت من هذا الشي لأنه عارف أنه بيسان تحب أبوها بشكل كبير فما توقعت صراحة أنه تستغل بمقطع عم وجب مشاهدات المهم هذا مو موضوعنا كثير من شافوا هذا المقطع صاروا يكتبون بالكومنتات أنه صوت جواني بالدقيقة فلان وحتى كون الناس قلوا لهذا الشي وطلبوا مني أني أتأكد فرحت على مدى أشوف مقطع بيسان واسمعت الصوت أكثر من مرة ودققت بعدها طمع صرت أريد على الناس أنه كلام غير صحيح من هالكلام وأتوقع أنه كلامي صحيحاني المهم خلينا نرجع لدرامو شنو اللي صاير مثل ما قلت لكم أنه أكم متابعين جوي وقلولي هذا الخبر فجواني حب أنه يتأكد بنفسه وراح نزل بحسابه بالإنستجرام ستوري يتكلم فيه عن هذا الموضوع وبنفس الوقت قصف بيبيسان واتهمها أنه هي تريد تجيب مشاهدات من وراء اسم أبوها رح أحطو لكم الستوري بنفس الوقت رح أفسره بالنسبة للأشخاص اللي موكش رح يفتهمون ف طبعا هو هنا يقصد اسم العنوان المقطع اللي هو رح أشوف بابا بعد سبع سنين مؤثر وهذه الكلمة أساسا كتبها بالستوري المهم أعمل فيديو والمهم أني أروج لشيش كذب وهنا يقول هو الموضوع كذب هو مش مكذب ولكن يعني أنه مش حقيقة صراحة الكلام والمهم أنه الناس بعتلي الفيديو وتقولي صوتك مبين بالفيديو كيف صوتك مبين بالفيديو وأنا مقلعه وبس أولا حبابي هذا هو الخبر اللي عدنا فمثل ما توقعنا أو مثل ما توقعت أنا أنه الصوت مش حقيقي وأكيد هو مش حقيقي لأنه جواني أساسا بتركيا وأو بيسان اسماعيل بألمانيا وأساسا مية جونية بعض فشلون يلتقون وهي كانت عودة لدراما مالتنا فهل تتوقعون بالكومنتات أنه بيسان ممكن ترد أو من هالكلام يعني وكتبونا شنو رأيكم بقطع بيسان إذا هو صح أو غلط اللي سوده وبس والله اللي هنا وصلنا لنهاية المقطعات من المقطع جابكم فلت تحطون لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلون زر الجرس هاي الثاني يوم ننزلكم ثلاث مقاطع بنفس اليوم صراحة شغلهم بكلش مرهقة ولكن دعمكم يستاهل صراحة بس مع السلامة